اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب ان النتيجة المتميزة التي حققها فريق قرطبة في الدور الاسباني للدرجة الثانية نتيجة دعم وتهيئة ادارة النادي للفريق وحرصهم على تقديم كامل الدعم للعبين مشيرا سموه الى ان مجلس الادارة بالرئاسة البحرينية تحرص على تهيئة الاجواء المثالية للفريق قبل المباريات واضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان ادارة نادي قرطبة الاسباني برئاسة بحرينية دلالة على الكفاءات البحرينية وتوليها المناصب القيادية في مختلف المناصب الدولية مبينا سموه الى ان رئيس النادي البحريني حرص على متابعة ودعم الفريق للظهور بالمستوى المطلوب في المباريات وانعكس ذلك على تحقيق الفريق نتيجة ايجابية في مباراته امام ايخيدو 2012 حيث فاز فريق قرطبة برباعية نظيفة في المباراة واشار سموه ان فريق قرطبة يسير وفق الرؤية التي وضعها مجلس الادارة عبر تحقيق نتائج الايجابية والوصول الى تحقيق الاهداف المرجوة مشهدا سموه بالنتيجة المتميزة التي حققها الفريق وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح لفريق قرطبة في مباراته القادمة متمن ينسموه ان يواصل الفريق نتائجه الايجابية في الدور خلال الجولة القادمة